بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة التقصى هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ودافي على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء كمان في نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سينة وجنوب البلاد دلوقتي خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة مونار غينم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أكتر زلمية وصباح الخير على كل السادة المشاهدين أهلا بك أهلا بحضرتك وعايزينك تطمينين عن نهاردة الأجواء اللي احنا بنتعرض لها بأن كذا يوم يعني حر وبرد وأمطار وبرق ورعد وحاجات كتير ورياح طبعا محملة برمال وأتربة كل الفصول الأربعة عايشينها في يوم واحد بأن كذا يوم فطمينين عن حالة التقصى النهاردة والحالة دي هتختفي إمتى وطبعا دي طبيعة فصل الربيع دايما فصل الربيع معروف بتقلبات الجوية الحدى والسريعة والتغير الكبير فقرية التقصى بالإضافة كمان معروف أن احنا دايما بنتشوف فيه بالفعل الأربع قصول في يوم واحد لكن الحمد لله الأحوال الجوية تحسنت بشكل كبير من ظهر أمس بدأت الأحوال الجوية تحسنت بدأت تتلاشى فرص سقوط الأمطار اليوم هيكون طبعا كي مزيد من استحصن في الأحوال الجوية استقرار كام في الأحوال الجوية معظم محافظات المنقرية اللاحث كمان زيادة فترات تطوع أشعة الشمس في الفترة النهار ده يخلي القيم درجات الحرارة فلالفترة النهار أعلى من المعدلات الرابعية بحوالي 3 ل 4 درجات لأن احنا اليوم متوقع لأزمة على القاهرة الكبرى تكون ما بين 27 إلى 28 درجة مقوية مع وجود أشعة في الشمس فحسب الأجواء الرابعية المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والبحري أجواء دافية بشكل جير في المناطق استحالية وطبعاً بيكون قيم درجات حرارتها أقل من المحافظات الداخلية بالإضافة كمان المناطق الجنوبية الأجواء عليها تكون أجواء حارة فترة النهار شمال وجنوب السعيد وجنوب سيناء ده بيكون طبعاً فترة النهار مع وجود أشعة الشمس لكن فورة غياب أشعة الشمس ودفرنا الفترات الليل حكيب بيكون سنكفات في قيم درجات الحرارة صغرى فترة الليل متوقع لها تكون بين 16 إلى 17 درجة مقوية على القاهرة الكبرى فبالتالي أجواء فترة النهار هتكون أجواء لطيفة في العموم ومعظم محافظات الجمهورية لكن ممكن في المدن الكديدة الأماكن الليل مفتوحة بشكل جدير أو الأماكن الليل بيكون لها ظاهرة وشكل جدير ده ممكن تحكي بالبرودة أكثر من المناطق الداخلية لكن بسبب عامة هي الأجواء ما بين اللطيفة إلى المائلة للبرودة خلال فترات النهار خاصة ساعات النهار متأثر فترات الصباح الباكر كمان بدأت الشبورة المائية تكون ذوانيرا جوية مؤثرة فترات الصباح الباكر يمكن الساعات الماضية كان في شبورة مائية على أغلب طرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية وأدت طبعا للخطوات في الرؤية الأفقية لأنها كانت كثيفة في بعض الأماكن فأثرت على رؤية الأفقية لكن هي أيضا سرعات بكثلاشة تختفي مع سطوع أشعة الشمس يعني نحن تقريبا من ساعة 8 بدأت الشبورة المائية تختفي وبدأت الرؤية الأفقية على طرق تتحسن بشكل كبير كمان متوقع مع فترات المساء ساعات الليلة يكون في نشاط نزل الرياح ببعض الأماكن وأهمهم طبعا مناطق من الشمال السعيد مناطق من الجنوب ده بيخلي فيه فوصيص الأجواء بشكل كبير خلال فترات المساء بساعات الليلة تبعا للرياح دي مصيرة للرمال والأطربة؟ لا الحمد لله غير محملة بأي أطربة ورمال مصارة لأنها معظمها قادمة من على البحر المتوطفة بالتالي مش هيكون فيه أي أطربة ورمال مصارة هو على الأقل 72 ساعة اللي جاية لأحوال الجوية مستقرة فقط التباين الكبير في قيم درجات الحرارة من فترة المهار وفترة الدين هو اللي يكون موجود ومحسوس قيم درجات الحرارة هتكون خلال أيام اللي جاية كمان أعلى من المعدلات الطبعية عشان دينا احنا بنأكد على كل استدنى المواطنين وإحنا تصرينا نحاسة في الملابس فترة المهار وده مبيعي مع وجود أشاعة الشمس والدس اللي بنشفه فترة النهار فترات اللي نحافظ على الملابس الشتوية تجنبا طبعا لنزلات البرد ولازم نكونت متابعة مستمرة ويومية للنشرات الجوية في فترة الرجل سرعة رياح قدية فاندوم النهاردة اليوم سرعة رياح في الأماكن اللي هيكون عليها نشاط رياح ما بين 30 إلى 35 سيلو متر على الساعة لكن باقي مناطق الجمهورية زي القاهرة الكبرى ما بين 28 و 26 سيلو متر على الساعة هي معتدلة في شكل كبير في معظم الأماكن لكن المناطق اللي موجودة في شمال الساعة في نفس سينا ممكن بعض الأماكن كمان من السواحل الشمالية تكون فيها نشاط نزل الرياح لكن أيضا هو مش قوي بالشكل الكبير ويمكن كمان ده بيؤدي طبعا لإعتدال فحركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر والبحر المتوسط اتفاعا مواجلة يتجاوز يمكنكم مؤهلين لكافة أعمال الساعة والملاحة البحرية أشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منارغاني معضو المركز الإعلامي بهاية الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا تابع درجات الحرارة المتوقعة نريد أن نبدأها بالقاهرة اللي العظمى فيها 28 وصورة 16 العاصمة الإدارية 28-15 اسكندرية 23-14 والعالمين 23-14 مطروح 23-15 وضميات 25-15 بورسعيد 25-15 والإسماعيلية 29-16 السويس العظمى فيها 28 وصورة 15 العريش 24-14 كاترين 24-8 وطابة 27-15 حلايب 26-19 شلاتين 28-17 شرم الشيخ 29-18 والغرداء 29-16 لو رحنا للفيوم هنلاقي العظمى فيها 29 وصورة 16 بنسويك 29-17 الوايد الجديد 31-16 وأسيود 30-16 سهيك 31-16 قناء 32-17 لؤسور 32-18 وأخيراً عصوان العظمى فيها 32 والصغرى 18 مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الأجوية وعلى طول مرة تانية هنروح لمنا وشافني نكمل معهم فكراتنا شكراً لك يا لامي احنا أخذ بالنا كويس مش هنخفف الهدوم بالليل وحنلبس مسكات عشان تروح؟ أسبوعين بس بعد كده هنبتدي نحس بقى الحر بتاع الصيف بس احنا خففنا بالفعل بس خلاص بقى احنا حاول نخذ بالنا وخلاص شكراً لك يا لامي فضل